أهلا بكم ورد تانية في السادسة نبتدي مع حضراتكم حلقتنا ونبتدي بالأخبار وكنت بكلم إنه لسه حقيقة مشكلة القيد اللي بيتعرف ديها نادي الأهلي ونادي الزمالك بسبب تأجيل طبعا بالنهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 27 مازالت مستمرة وفي الإطار ده الحقيقة كابتن خطيب رئيس النادي الأهلي النهاردة كان حريص إنه هو يزور مقر اتحاد الكورة وكان اكتمع مع عضاء اللجنة الخماسية وبالإضافة كمان أو بحضور وليد العطار مديل التنفيذي للاتحاد عشان ينقشوا بعض الملفات الخاصة بالنادي الأهلي وعلى رأس الملفات دي زي ما قلت لحضراتكم مسألة القيد بالنسبة طبعا للمسم الجديد واللي مفترض إنه ينتهي في يوم 19 من الشهر الحالي وكمان الحقيقة يمكن من الملفات المهمة طبعا الترتيبات اللي يعني مفترض إنها تتخذ في الفترة اللي جاية عشان المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا اللي هيقابل فيها النادي الأهلي إن شاء الله الزمالك يوم 27 نوفمبر